السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم في لقاء جديد في ثورة تصميم وطباعة الأوحات الإلكترونية اليوم إن شاء الله راح نكمل في موضوع الـ Active Components ونفوت الملقاء الفاتحنا فتنا في السيمي كونداكتور شرحنا الدايود واليوم هنشرح للترانزيستور للترانزيستور البيبولر جنكشن ترانزيستور أو نحكي له البي جي تي في منه نعين الـ NBN والـ BNB الترانزيستور عبارة عن 2-دايود الدايود الواحد عبارة عن BN جنكشن لو إحنا حطينا 2-دايود جنب بعض فممكن نكون شكلين من الترانزيستور إما NBN أو BNB طبعا أطراف الترانزيستور هنا عندنا البيز وهنا الكوليكتور وهنا الإيميتر لو أنا أعطيت سيجنال 0 على البيز ما فيش تيار راح مور بين الكوليكتور للإيميتر اللي هو منحكي عليه ICE لو أنا حطيت على البيز تبع على الترانزيستور فولت كافي أنه يوصل لترانزيستور راح يمر إي تبع الترانزيستور قيمة التيار اللي بمررها أنا على البيز بتتحكم في فتحة الجنكشن تبعت للترانزيستور وبتالي تتحكم في قيمة ICE المارة بين الكوليكتور للإيميتر كل ما أنا أرفع IB كل ما الجنكشن لهان بتقل مقاومتها وبيزيد قيمة ICE إي إلى حد معين بيصل لترانزيستور لمرحلة الساتيوريشن طبعا أنا بدخل هانا تيار IB صغير الترانزيستور بيكبر التيار وبحصل هانا على تيار كبير فالترانزيستور يمكن استخدامه إما كسويتش في مرحلة الساتيوريشن أو كأمبليفاير في مرحلة الأكتيف ريجن فكل ما أنا أزيد IB بيزيد قيمة IC إلى حد معين بيصل لمرحلة الساتيوريشن ففي هذه الحالة بيكون الترانزيستور شغل كسويتش الترانزيستور له أشكال كتير وأنواع كتير والبكيجات تبعته بيختلفة من نوع لآخر ففي أنواع بتكون البكيجات تبعتها مصنعة من مادة بلاستيك وترتيب البلنات بيكون بطارية هاي في أنواع بيكون البادي تبعه متل طب ليش بيكون متل عشان بيكون بتحمل تيارات عالية فمعمول من المتل عشان يشتت الحرارة وفي أنواع بيكون الظاهر تبع الترانزيستور عبارة عن متل هيتسينك يعني أنا بقدر أركب عليه هيتسينك قطعة معدنية بحيث أكبر أنا الكيس تبعه ويشتت الحرارة بشكل أسرع عشان يتحمل تيارات عالية في بعض الأنواع من الترانزيستور بتيجي على الشكل هذا اللي هو دول إلاين بكيج على شكل إنتيجريتد سيركيتس بيكون عبارة عن كليكشن من الترانزيستور اللي هم نفس الكلاسيفيكيشن ونفس الخواص وبتكون تستخدم عملتي درايفينج لإشي معين زي درايفرز لسيفين سيجمان أو للموتورز أحيان في بعض الأحيان بحتاج أنا لترانزيستور عملية تكبير عالي للكرانت هاير كرانت جين طب كيف ممكن نحصل على هاير كرانت جين عن طريق الترانزيستور بين قوم نقوم بشاب تو ترانزيستور وراء بعض بحصل الجين بيكون الجين الترانزيستور الأول بيتا تعت secrets في معروف الترانزيستور الثاني وبالتالي هيك أنا أنا أكدرت أكبر التيار ضعفين بدل ما أنا أكبره ضعف واحد وفي بعض أنواع الترانزيستورات بتيجي هذول الترانزيستورين بكيج إن، وين، ون كيس بيكون هاي طرف البيلز ومن هان طرف الكوليكتور ومن هان طرف الإيميتر وهي 2 ترانزيستور هيك بتم تشبيكه فهذه التشبيكة منسميها دارلينغتون بير ترانزيستور بالنسبة للأنواع أخرى من الترانزيستور وهو الفيلد افكتي ترانزيستور الفيلد افكتي ترانزيستور ويتميز عن البي جي تي انه بتحمل تيارات أعلى من البي جي تي الأطراف تبعه في منه نوعين الانت شانيل والبي تشانيل الأطراف تبعته في عندي احنا منسمي الطرف الفي النص جيت والطرف هذا درين والطرف هذا سورس حسب قيمة الفولت اللي انا بعطيه على الجيت بعمل سويتشنج للموسفت او للفيلد افكتي ترانزيستور فبيمر الطيار من الدرين للسورس برضو الفيلد افكتي ترانزيستور في منه اكثر من كيس وكل كيس تتابعه يكون متل او بلاستيك او متل بالشكل هذا طبعا بتعمل برضو الكيس تبعه متل عشان يتحمل تيارات عالي طريقة كتابة الرمز على الترانزيستور رقم لترانزيستور الاي دي الاي دي تبع الترانزيستور بيختلف من شركة لشركة فاحد الناس اللي عملوا ترقيم للترانزيستور اللي هي الجونت الكترونيك ديفايس الجينيك كونسول اللي هي جي ديك هاد هدول عملوا ترقيم بطريقة معينة قال لك لو احنا حطينا ديجيت بعدين لتر بعدين سيريال نمبر بعدين صافيكس اللتر دايما بيكون ان فهاد بتتميز فيه اللي هي الجدك والسيريز نمبر بيكون سيريال نمبر بيكون من مية لتساعتلاف وتسعمية وتسعة وتسعين اما الصافيكس بيكون انديكيشن للجين تبع الترانزيستور فبيحكي لك هاي مثال بيكون فيه رقم وبعدين عيندي اين اللي هو الليتر بعدين بيكون عندي انا سيريال نمبر بعدين بيكون عندي صافيكس هلاء الصافيكس لو كان ايه بيكون عبارة عن لو جين لترانزيستور اذا كان سي بيكون هاي جين اذا كان بي بيكون ميديم جين يعني اذا الصفيكس بحدد نسبة الجين لو ما كانش في صافيكس بيكون ان خروبت ممكن يكون اني جين من هدول فهو مش مصنف لنوع معين في نوع تاني اللي هو الترقيم آخر اللي هو للجابانيس اندسترل ستاندرد جي اي اس الجابانيس اندسترل ستاندرز عملوا ترقيم مختلف عن الجي ديكس حكولك احنا ما نحط ديجيت بعدين تو لترز بعدين سيريال نمبر بعدين صافيكس بالنسبة للتو لترز هدول رح يحددولي معلومة معينة عن الترانزيستور فلو كان على الترانزيستور لو كان التو لترز اس اي بيكون بي ان بي نوعه وبيكون هاي فريقونسي ترانزيستور لو كان اس بيكون ان بيان وبيكون هاي فريقونسي ترانزيستور هلقيت لو كان اس بي بيكون بي ان بي وبيكون اوديو فريقونسي ترانزيستور اذا كان اس دي ان بي ان اوديو فريقونسي ترانزيستور والاس جي بي تشانل فت موسفت والاس كي ان تشانل فت موسفت فالتو لترز بحددولي نوع الترانزيستور ان بي ان او بي ان بي او هو موسفت ويحدد لي وظيفته وهنا بيستخدم للهي فريقونسي وهنا بيستخدم للأوديو فريقونسي فيه الترقيم الأخير اللي هو أوروبيان اللي هو برو إلكترونيك سيستيم إلكترون سيستيم هذا السيستيم عنده تو ليترز وعند بعدين ليتر بعدين سيريال نمبر بعدين صافيكس الرقم الأول بيحدد لي المتيريا لو كان ايه بتكون جيرمانيوم بي سيليكون وصي مادة تانية وار مادة تانية بالنسبة للسيكند ليتر هو بحدد لي الديفايس أبليكيشي لو كان سيب يكون اوديو فريقونسي سمول سيجنال اف هاي فريقونسي سمول سيجنال يوباور سويتشينج دي اوديو فريقونسي باور والال هاي فريقونسي باور أما بالنسبة للسيريز نمبر أو للصافيكس حكالك الصافيكس بالضابط زي نظام الجيدك 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 عمل الصافيكس إذا كان ايه بيكون سمول جين وهاي جين وميديم جين فالصافيكس بحدد لي الجين تبع للترانزيستور هل هو لو او ميديم ميديم او هاي فهاي احد اجزام بلزع الترقين في نهاية حلقة اليوم نلخص اللي شرحنا عرفنا انواع لترانزيستور بي ان بي وان بيان والفلد افكت ترانزيستور بيتشانل وان شانل وعرفنا ايه لو انا بدي اكبر الجين تبع الترانزيستور كتير بروح باشا بكتو ترانزيستور زمع باطسة منه هم دارلينجتون ترانزيستور وفي انواع من الترانزيستور موجودة دارلينجتون وعرفنا طريقة الترميز للترميز اللي هو الجيدك والجابانيس والأوروبيان كلهم إليهم طريقة ترقيم والأرقام اللي على الترميز ممكن من خلالها أعرف نوالترانزيستور وظيفته وممكن أعرف معلومات تانية عنها فبتمنى اللقاء اليوم يكون مفيد لكم استفدتم معنا إن شاء الله منلتقي في لقاء جديد خلصنا إحنا هيك موضوع السيمي كوندكتورز راح نفوت إن شاء الله في اللقاء الجديد في موضوع الانتغرياتي تسيركتش شكرا للمتابعتكم إلنا وبتمنى لكم كل التوفي